كمان النهاردة وفت شوية عند مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي له تصرحات كثيرة في المؤتمر الصحفي بعد الموباراة هنعرضوا لحضراتكم وتسمعوا قال ايه مارس الكولر في المؤتمر الصحفي بس هلق على جزئية واحدة فقط فقط اولا الراجل الماسل امامكم دوت من الناس اللي شايفة ان مارس الكولر ده واحد من افضل المدربين الاجانب اللي دخلوا مصر بل في بعض الاحيان بقول انه افضل المدرب اجانب جيء مصر تمام ما عنديش خلاف ده يعني اللي هو ايه هو ايه اولية اولية اسبابي اه تطوير فردي للعيبة تطوير جماعة للفريق انه ازاي بيخلي اللعيبة كلها جاهزة ازاي بيعرف يخب بطولات يعني في حاجات تخلي الراجل ده من اعظم المدربين اللي جمب اه الاجانب اللي جمب في مصر الراجل بيقول لك مودست بيتسلط عليه ضق سلبي كتير جدا وهو ده اللي مصر على المستوى ومخدش فرصته كاملة يا سلام يا سلام بص انا بحترم جدا المدرب اللي يشوف لعيب ويصق فيه حتى لو الناس كلها ما شايفتوش لعب جيد بس يا كولر ايه الامارة اللي ادهالك مودست خلاك ما زلت تصق فيه ايه الامارة يعني انت ممكن تشوف حاجة احنا مش شايفينه صح؟ طي اللي انت ممكن تشوفه احنا مش شايفينه ايه مثلا تقول والله الراجل ده تكتكام في الملعب وتحركات وا 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 بيعمل شغل كويس حتى لو ما بيسجلش هداف لا ما بيتحركش اصلا الراجل ده مثلا في الكرات العرضية مميز جدا جابه واحدة بس الراجل ده مثلا مثلا يعني فيه استلام الكرة وانه يبقى بينكو سين يعني الجملة اللي بيقول عليها او الكلمة اللي بيقول عليها محطة ما بيعملهاش طيب ايه بقى الامارة يعني ايه المميز اللي فيه انت شايفه واحنا مش شايفينه اكيد ما فيش بصراحة وبصراحة بقى وانا قلتلك كلام ده قبل كده المجد التقطيط في النادي الاهلي وهي لا تتدخل ابدا في عمل الجهاز الفني اتكلمت مع كلها فيما يخص مودست وقلتلكم قبل كده نسبة مشاركاته لو وصلت لمية في المية حسب العقد اللي مكتوب يعني مودست هيتجدد العقد بتاعه تلقائي هيتجدد العقد بتاعه تلقائي لمسم جديد لو لعب 70% من المباراة الاهلي في المسم وهو قريب هو لعب تقريبا منه بحوالي 90% من السبعين يعني فاللي هو فضله 10% عشان يوصل لل 70% من المباراة الاهلي بشكل عام ويكمل مع النادي الاهلي يتجدد العقد تلقائي فاللي هو انت بتلعبه ليه ما انت عايف لو ليه فايدة هقولك ايه المدرم من حقه مالوش دقه بقى مش هيوفل للنادي المدرم بلايب اللي هو عايزه هيبقى مفيد بس هو مش مفيد ومه احنا ما عملناش في حاجة وما فيش تسليط دق سلبي ولا حاجة بالعكس ده احنا يا جدع يا جدع ده مرس الكل ده انتوني مودست عشان حجز على لعيب وسند الكورة وسابه علي يقولنا جينا اللقطة دي وعملنا عليها حفلة ده احنا يعني بنتنشأ على اي حاجة الراجل يعملها ما بتشوفش منه حاجة طي بتاعوا نسمع تصريحات مرس الكلر بعد مباراة الاسماعيلي النهاردة ونرجعنا نكمل كلامنا احنا بدأنا المطش كويس جدا ضغطنا بشكل شارس جدا على المنافس بلا نضغط كويس تقريبا زنقناهم في نص ملعبهم طول الشوط الاولاني بنخلق فرص كان ممكن احنا الشوط الاولاني نقدم اتنين تلاتة كان شكلنا كويس قوي الشوط الاولاني لكن في نفس الوقت المنافس برضو قدر يخلق فرصة من هجمة مرتدة انقاذها اوفها ببراعة خلص الشوط على كده نزلنا الشوط التاني للأسف اول خمس دقائق في الشوط التاني كنا نزلين مش كويسين خالص ومش مركزين لان اللاعبه للأسف استسهلت الماتش وبدأت تحس كده ان المواضيع هتمشي لوحدها والدنيا ماشى كويس وسهلة وفجأة كده دخلنا الماتش ما دخلناش في احسن حاجة وبعدما ده نخش في الشوط التاني الحمد لله ربنا كافينا وجبنا جون حلو جدا فضلنا بقى متحكين في المباراة تماما بنحاول نحن نخلق فرص بنحاول نحن نقرب من جون لغاية فجأة دخلنا برضو المنافس تاني احنا في المباراة مرة تانية بدربة الجزاء فمواقف بتبقى الواحد بيقول انها فعلا بدون داعي بندخل المنافسين او مدخل نفسنا في مشاكل ومندخل نفسنا في ديئة في المباراة او بنصعب المباراة على نفسنا بدون داعي فالمنافس طبعا نجاب جون من ضرب الجزاء فبدأ يخش في الماتش بدأ يجيب له طاقة عايز يتعادل عايز يضغط فماتش الكهرب كده شوية احنا في الاوقات دي المفروض ان احنا بنمسك كرة اكتر بنبقى هاديين اكتر بنتحكم في رتم الماتش اكتر من كده ودي دروس لازم نستفاد منها في الاوقات دي من المباراة الماتش كده كهرب شوية في الاخر ولكن الحمد لله خرج ببور الامان بتفق مع حضرتك جدا في النقطة دي كمان يعني سوعداء جدا بعودة المصابين السبعة الفترة اللي قبلها كان فيه صعوبة ان احنا ازاي ناخد من كل ماتشاط اللي احنا عايزين واحسن اكتر استفادة ممكن رغم غياب سبع لعيبة كتير جدا لكن حاولنا ان احنا نستفيد قدر الامكان دلوقتي سبع رجعوا فبقى فيه منافسة اقوى كمان فده مفيد لنا جدا اللعيبة كمان رجع من اصابات طويلة محتاجين وقت وده بين النهاردة محتاجين فورما محتاجين ريتم وماتشاط ده لسه هياخد وقت شوية مش كلهم على نفس الجاهزية بس احنا بنجهزهم انهم يبقوا كلهم مستعدين فبتفق لمحضرتك في النقطة دي بختلف محضرتك بس في نقطة انتوني مودست انا مش شايف ان زيما الناس بتتكلم طول الوقت بشكل سلبي فيه تسليط دايما بشكل سلبي عليه لكن هو فيه ماتشاط كتير عملها كويسة عمل حاجات كتير كويسة حاجات بنطلبها منه بيعملها في ارض الملعب زي ما احنا عايزين في بعض الماتشاط بالنسبة للنهاردة هو نزل وقت قليل نزل وبعدين بعد ما نزل بشوية صغيرين الماتش الكهرب فما كانش فيه الماتش كان فيه حالة تصرع وفيه حالة لخبطها فما كانش عنده الفرصة ان احنا نقدر نقيمه النهاردة بشكل جيد لكن هو كان ليه برضو بعض الماتشاط الجيدة حتى لو الناس كتير مش شايفة ده ما لحيتش اتكلم معه شفت فعلا هو خرج ما قدرش يكمل كان وضعين فيه مشكلة عنده فانكر رجله لكن ما لحيتش اتكلم معاه لان الاستاذ المرائب خدني وقال لي لازم فورا حالا نخش المؤتمر الصحفي فاخدني من ايدي ما لحيتش حتى اتكلم مع اي حد ولا مع الدكتور وجيت حضرة المؤتمر الصحفي ما عرفش حاجة